أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم تنديل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلك السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استغى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفي أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان بقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالب الغيب والشهادة العديد الرحيم الذي أحسن كل شيء خلكه وبدى خلك الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سوآه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا واسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موكنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا أذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قرؤوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وتمعا ومما رذكنا هم ينفكون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جذاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى لذلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسكوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وكيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنضيقا لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض أنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوكنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به ذرعا تاكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبسرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون